مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة ماذا تعني نتائج الانتخابات التركية الرئيس المسلم أردوغان فاز ب52.5% من أصوات الناخبين 47.5% من الشعب لم ينتخبوا فضل مرشحين علمانيين آخرين لكنهم رسبوا أما 52.5% من الشعب فانتخبوا أردوغان إما لأنه إسلامي أو لأنه بيدافع عن مصالح تركيا في انتخابات البرلمان نفاجأ أن حزب أردوغان لأول مرة منذ 16 عاما يفقد الأغلبية البرلمانية الخاصة به ولا يستطيع أنه يصل لي 50% من مقاعد البرلمان حصل على 42.5% من الأصوات الناخبين وهي نسبة مخيبة وغير مرضية وهتؤدي لعقبات لكن لا أعتقد هتكون العقبات قليلة ماذا يعني ذلك؟ طبعا الحزب المتحالف مع أردوغان اللي هو الحزب القومي التركي هو حزب قومي زومي الإسلامية ليس إسلامية تمام؟ حصل على 11% وبالتالي يكون الحزبان حزب أردوغان والحزب المتحالف معه حصل معا على 53.5% وهي النسبة اللازمة لإصدار أي قانون يريده أردوغان بشرط أنه يوافق على الحزب القوم سنأتي لذلك دلالة نتائج الانتخابات الدلالات المادية هم الدلالات المعنوية الدلالات المادية أنه أردوغان اليوم أصبح في يده السلطة الكاملة لإحداث التغييرات التي يريدها في تركيا لأنه سيصبح الرئيس ورئيس السلطة التنفيذية يلغى منصب رئيس الوزراء ويصبح أردوغان هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معا ولو سلطات واسعة في تعيين الموظفين في الحكومة لأنه يبدأ تطبيق النظام الرئاسي الآن بعد تمرير التعديلات الدستورية التي جرت العام الماضي سيكون له سلطات في تعيين قادة الجيش قبل ذلك حتى الانقلاب العسكري كان تعيين قادة الجيش من سلطة المجلس العسكري ودور الرئيس ورئيس الوزارة كان دور يعني تكميلة أو ما إلى ذلك مقيم لكن الخطير في المسألة والمهم في المسألة أنه وفقا للتعديلات الدستورية التي أقرت فإنه سيصبح من حق أردوغان لأول مرة بصفة رئيس الجمهورية أن يكتب دستورا جديدا لتركيا قبل ذلك لم يكن من حق رئيس الجمهورية ولا كان البرلمان لم يستطح أردوغان ولا حزبه طوال الستاشر سنة الماضية أن يكتب دستورا جديدا لتركيا الدستور الموجود في تركيا الآن هو الدستور الذي وضعه العسكر انقلاب العسكر عام 1981 ما كان يفعله أردوغان وحزبه الإسلاميين يعني هو ترقيع هذا الدستور يتحالفون مع حزب ما مع كذا يعني تحالفات داخل البرلمان بحيث يمررون هذا التعديل لأنه كان لابد يصلوا إلى نسبة معينة كي يعني الدستور كان تعديله يمر بمرحلتين موافقة نسبة معاناة من البرلمان حزب أردوغان لم يكن يستطيعها والأمر الثاني أنه يعرض على الشعب النظام الرئاسي الآن أصبح من حق أردوغان أنه يعرض التعديلات الدستورية مباشرة على الشعب أعتقد أردوغان قال ميران وتكرار أنه يريد دستور جديد لتركيا أنا أعتقد أن أردوغان سوف يحذف المواد التي تنص على علمانية تركيا قد يضع دستورا جديد لا ينص على إسلامية تركيا إنما قد يتركها مفتوحة لا علمانية ولا إسلامية بهذا المنظر طيب أردوغان في يده السلطة التنفيذية لكن فقد الأغلبية البرلمانية له ماذا يعني هذا؟ معناها أنه أردوغان كي يمرر أي قانون من البرلمان لا يستطيع لأن حزبه فقد الأغلبية حزب أردوغان حصل على 42.5% من الأسواب ولكنه حصل في مقاعد البرلمان على 293 نائب من إجمالي 600 نائب يعني تبقى لحزب أردوغان سبعة نواب فقط ويصل لي 300 نائب اللي هو 50% من مقاعد البرلمان ولو خد واحد سيادة إبا تمانية فأعتقد أنه هنا في عقبة أن أردوغان يريد العمل على مصاريه مصاري السلطة التنفيذية كحكومة ومصاري البرلمان فأردوغان يحتاج إلى أنه يضم أو يستقطب سمانية نواب من أي حزب آخر حزب الحركة القومية المتحالف معه وكذا بحيث أنه يمرر التعديلات القانونية التي يريدها خاصة فيما يتعلق بهوية تركيا في مثلا قانون أعلن أردوغان أنه يريد تمريره هو إلغاء زينة الأزواج وده مسموح به الأسف في تركيا الآن يعني بمجب النظام العلمان فمفروض أنه يحتاج إلى هذا أنه يكون الزواج في تركيا شرعي مثلا أمور تخص البنك المركزي لأنه أردوغان حدثت أزمة كبيرة وبين محافظ البنك المركز هذا البنك المركزي يريد العمل بالفائدة والربا وأردوغان يقول هذا مخالف للإسلام ويجب أن تكون الفائدة صفره ولو تصور أنه الاقتصاد الإسلامي حتى فتح بنك اسمه زراعة الإسلامي بنك زراعة كاتاليم يعني التشارك الإسلامي من أجل أن تكون نموذج للاقتصاد الإسلامي هيعمل ذلك المهم طيب إحنا لدينا احتمالان أنه أردوغان في يده الحق ولكن البرلمان ليس معه يعني فضله سبع نواب عشان يكون معاه الأغلبية البرلمانية في الواقع أن السلطة التنفيذية الموجودة في يد أردوغان تكفي لأن يفعل سبعين في المئة مما يريد بمعنى إيه؟ نفترض أن القانون وده الوضع الحاصل بيعطي بقول لك شرب الخمور حلقة مباحة القانون التركي يقول هذا لكن من الذي يصدر التراخيص للخمارات؟ البلديات أو الحكومة اللي هي سلطة تنفيذية فممكن تمنع أو ترفض إصدار تراخيص جديدة أو كذا وهذا يحدث في المواقع الكثير يعني أردوغان وتركيا علمانية بنص دستورها طوال 16 عاماً الماضية ماذا فعل؟ فتح مدارس إسلامية كثيرة جداً ضخمة جداً اللي هي مدارس إبامه خطيب فتحها بكثافة شديدة جداً تكاد أن أنت تجد مدرسة ابتدائه اللي هي التعليم العلماني بجوارها مدرسة إسلامية حكومية لدرجة بلغوا مليون طالب مسلم تركي يحفظون القرآن الكريم في مدارس إمامه خطيب بل أنه وتركيا علمانية أردوغان أو حكومته قررت فصل الطالبات عن الطلبة في المدارس الإسلامية إمامه خطيب ده حتى حاجة مش موجودة في العالم في البلاد الإسلامية أو كذا السعودية تشوفنا بدعمل إيه؟ الأخر من ذلك أنه أدخل التربية الإسلامية ومادة الدين في المدارس التركية اللي هي مفروضة علمانية ودخل التاريخ العثماني والسلاطون العثمانيين وأنتج مسلسلات إسلامية وأفلام إسلامية وما إلى ذلك وطبعا بناء المساجد في تركيا ضخم جدا وعلى نطاق واسع فضلا عن تحفيظ القرآن الكريم والوعي الإسلامي الذي تقوم به الحكومة التركية على نفقت كل هذا دون حاجة إلى قانون ليه؟ القانون بولي الحرية تمام؟ فالحكومة حرة بقى بتعمل ليه عاوزها طيب لكن لما نيجي بقى في البرلمان أردوغان محتاج كام؟ سبع نواب كي يمر أو سمانية نواب عفوا عشان يبس تلتمية واحد لأن مقاعد البرلمان كام؟ ستمائة نائل ففي هذه الحالة هو يحتاج إلى أنه كي يمر القوانين محتاج إما يتحالف هو متحالف مع حزب حاليا اللي هو حزب الحركة القومية ولكن هنا كل ما أردوغان يريد أن يصدر قانوناً لابد يروح يجيب موافقة حزب الحركة القومية حزب الحركة القومية مش إسلامي هو حزب قومي ولما يبقى قدامه العلمانية ولا الإسلام يختار الإسلام بس لما يكون مضطار تمام؟ طيب وبالتالي هذا معناه أنه محتاج يبحث عن هذه الأغلبية أو ما إلى ذلك أعتقد أن هذه المشكلة سيجري حلها أو أنه سواء أنه أردوغان بالفعل متحالف مع الحزب القومي لكن التحالف ده مش مستمر يلزم في البرلمان ممكن يختلفه لكن يكفي أردوغان أنه يبحث عن تمام نواب كما ذكرنا لو أتينا ليه النتائج أو الدلالات المعنوية لنتائج هذه الانتخابات نجد الدلالات المعنوية إيه؟ أن الشعب التركي لا يزال مقصماً ولم يتفق هل نجعل تركيا دولة إسلامية؟ ولا تظل فيه السياق العلماني؟ لأنه فجأة لما ننظر في اتخابات الرئاسة نجد أنه التصويت الإديولوجي تخيل أنه أردوغان بعد كل هذه النجاحات يحصل على 52.5% فقط من الأصوات رغم كل النجاحات داخل تركيا اقتصاد ممتاز ورائع وخدمات وانتظام وأمن وتطهير البلاد وإحباط مشروع إنشاء دولة كردان وهو أمريكا وده هدف قوم التركيا ودخوله عفرين ومنبيج ومدينة الباب ويتل أسد كل هذه نجاحات على المستوى العسكري الخارجي أو على المستوى الداخلي وفي النهاية لا يصوت له إلى 52.5% ولما نيجي ننظر إلى 52.5% اللي صوته الأردوغان نجدهم تكتل حزبين حزب العدالة والتنمية اللي هو حزب أردوغان الإسلامي وده حصل على 42.5% من الأصوات يعني الكتلة الإسلامية في تركيا 42.5% ليست أغلبية الشعب والحزب القومي المتحالف مع أردوغان وصوت له 42.5% مع الحزب القومي أردوغان حصل على 52.5% طيب فيه 47.5% من الشعب لم ينتخبوا أردوغان أصلا يعني دول بقول لأردوغان أنت لو قدت صوابعك لعشرة شمع لن ننتخبك لأنك إسلامي طيب مال هؤلاء انتخبوا من نفاجأ إن 31% من الناخبين دول انتخبوا المرشح العلماني مرشح حزب أتاتورك اللي هو حزب الشعب الجمهوري ده حزب أتاتورك وكان مرشح اسمه محرم إنجا حصل على 31% من الأصوات مفاد هذا إيه؟ ده تصويت إدريجي بحث إحنا رحين ننتخب على محرم إنجا لأنه علماني فقط ليه؟ لأننا عاوزون الخمور عاوزين الإباحة الجنسية أو كده الرقص نمط الحياة العلماني مش عاوزين مدرس إسلامية مش عاوزين مساجد مش عاوزين مش عاوزين مش عاوزين في 31% من الشعب التركي بيفضل النظام العلماني الذي أقامه أتاتورك لما ننظر لشخصية محرم إنجا هو كان مدرس فيزياء في السنواء العامة وكان نائف في البرلمان لدورتين وليست له شعبية داخل الوسط العلماني بتاعه لدرجة أنه لما دخل الانتخابات ضد رئيس الحزب بتاعه العلماني اللي هو كمالكليش دار أغلو محرم إنجا سقط راسب بين العلمانيين أصلا لكن اليوم العلمانيين كلهم ملتفوا حوله وانتخابوا بنسبة 31% هزبه محرم إنجا له 25% طب محرم إنجا جاب منين الـ 6% زيادة له 25% وإزاي يوصل لـ 31% فيه 6% نفاجأ أنه فيه علمانيين أقراد انتخابوا رغم أنه هو بيقول أنا خليفة التورك والقومية التركية علمانيين أقراد انتخابوا وفيه علمانيين قوميين كان مفروض أن تخبوا مرار الأكشنار انتخابوا نفاجأ أيضا إن المرشح الكردي العلماني لمنصب الرئاسة اللي هو في السجن ولا يتوجد له أي فرص للفوز ده واحد في السجن وحصل على كام 8.5% من أصوات الناخبين وفيه محبسه ما لم يخرج يلقي خطابا ياخد 8.5% من الأصوات 8.5% من الأصوات دي تعني يا مسلم أربعة ملايين صوت تخيل طب هذا المرشح اللي في السجن لأنه الحكومة تتهمه أنه له ارتباطات بحزب العمال الكردستان المسلح الذي يسعى لتقسيم تركيا هذا الشخص الذي صوت له أربعة ملايين ناخب هو في محبسه هذا الشخص سابقا كان بياخد خد 10% المرد خد 8.5% يعني 10.1% هؤلاء الذين صوتوا له هم يعني تصويت إديولوجي لأنه مرشح كردي فقط صوتوا له بهذا الشكل نأتي لي المرشحة ميرال أكشنار ميرال أكشنار هي علمانية فعلا لكن بتقدم نساء لأنها قومية في الوسط لا علمانية ولا إسلامية ميرال حصلت على 7.5% من أصوات الناخبين كايت وزير الداخلية سابقة أعتقد التصويت لميرال أكشنار ممكن ما يباشئ إديولوجي قوي ممكن تكون خدت كتلة نسائية وممكن تكون خدت وهي خدت من أصوات محرم إنجا يعني خدت من أصوات اللي كان مفروض تروح للحزب خدت جزء منها في النهاية مرشح حزب السعادة اللي هو ده يعتبر يعني ياسر برهامي تركيا ده حصل على 1% أو أقل 1% من الأصوات 1% ده طبعا نسبة قليلة لكن لو دققنا هنجد إن هذا يعني نصف مليون ناخد في تركيا تخيل إنه حزب السعادة هذا يقول إنه حزب إسلامي مثل حزب النور في مصر يعتبر هو يكون بدور حزب النور في تركيا ويقول إنه يريد إسقاط أردوغان لأن أردوغان فرط في الإسلام وأردوغان علمان ومشكوك في إسلاميته إسلاميته دي مزيف حزب السعادة ونقول إن أردوغان يعني متحالف مع الأمريكان وإسرائيل ده حزب السعادة أقرب كده حاجة لإخطاب داعش مثلا طيب إنت عاوز صدقة أردوغان عاوز تجيب مين يمسك مكان أردوغان قال والله يعني أنت هتيجي بقى الطب بشاسته وقال لا ده أنا هتحالف مع حزب تحالف بالفعل مع حزب أتاتورك وباقي الأحزاب العلمانية لإسقاط أردوغان نفس اللي عمله كياسي براما وقال لك الشرع الإسلامي اللي يفهم مفرطين وراح تحالف مع السيسي العلمان لما ننظر لانتخابات البرلمان طبعا انتخابات البرلمان تعبر عن التصويت الإديولوجي اللي ملوش علاقة من الحزب الكويس بالوحش صراع الهوية في تركيا هل نحن مسلمون أم نحن أتراك أم نحن أكراد أم نحن مسلمون أولا ثم أتراك ثانيا وأكراد ثانيا ولا نحن أتراك أولا ومسلمون ثانيا وأكراد أولا ومسلمون ثانيا للأسف نتائج انتخابات البرلمان رغم أن هي لن تكون مؤثرة في إصدار القوانين كما ذكرنا وشرحناها لكن دلالتها أنه لسه الشعب التركي لم يحسم في أي اتجاه يسير العلمانية والإسلام مثلا الحزب الإسلامي حزب أردوغان العدالة والتنمية فهذه 42.5% فقط رجم كل إنجازاتي من أصوات الناخبية أقل من نصف الحزب القومي وده حزب مؤيد لأردوغان وهو حزب بيقول نحن أتراك القومية التركية ونحن أتراك أولا ومسلمون الثانيا ده حصل على 11% من أصوات الناخبين لما نأتي الأحزاب العلمانية نأتي حزب الشعب الجمهور الذي أسسه أتاتورك وهذا الحزب يقول نحن علمانيون أو نحن أتراك علمانيون ما يهمش نكون مسلمين مسيحيين أي حاجة ملحدين أي ديان نحن أتراك فقط ده حصل على 22% من أصوات الناخبين الحزب العلماني الكردي وده حزب يقول نحن أقراض أولا وما يهمش بقى مسيحيين مسلمين زي ما نكون يعني حصل على 11.5% الحزب الجيد بتاع الستمرال أكشنار حصل على 10.5% وده بيقول نحن أتراك وما بيجيبش بقى طب بعد كده نكون مسلمين ولا مسيحيين ولا إيه ما يهموش نفاجأ إن الأحزاب العلمانية حصلت على 45% من الأصوات وحزب أردوان والحزب المتحالف معه اللي هو خلفية إسلامية برضو حصل على 53.5% فقط من أصوات الناخبين الدلالة واضحة إنه للأسف الشديد بعد 16 سنة الشعب التركي فيه صحيح الوعي الإسلامي بيرتفع الميل الهوية الإسلامية بتزيد أكثر لكنها لم تصل بعد أبدا إلى مسألة يعني حتى ما قلتش الحزب الإسلامي خات 50% وخلصنا لا لم يحدث طبعا هيكون فيه تحديدات أخرى بإذن الله إن شاء الله يعني خلال ساعات نحلل نتائج التصويت مقارنة معدل شعبيت حزب العدالة في كل الانتخابات الولايات التي عرضت الرئيس أردوغان الولايات التي أيدته وليماذا لنعرف اتجاهات وتفاصيل الناخب التركي أرجو مشاهدين أن تكون الصورة قد وضحت انتظرونا في بقى الحلقات وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته